أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الانخراط بصدق في جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية وخلال كلمتي في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين بالقاهرة شدد شكري على حرص مصر على المشاركة النشطة في قوات حفظ السلام وتدريب الكوادر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة الوطنية يتيح المنتدى الفرصة لتسليط الضوء على دور الشباب الافريقي في تعزيز القدرة على السمود ومجابهة التحديات وكذلك مساهمات المرأة الافريقية في مجابهة تلك التحديات سيدات والسادة لا يفوتني الاعراب عن التقدير لجميع الشركاء الذين دعموا انعقاد المنتدى وما يقدمه ذلك من مثل عملي على التعاون البناء من أجل تمكين دول القارة من تحقيق أمال وتموحات شعوبها ودليل على إيماننا بأهمية العمل الجماعي والشركات